لم تكد العملية الانتخابية تضع أوزارها حتى أسفرت عن صراع قديم متجدد قوامه التقاسم كأكات المناصب الذي أقيم على أساسه نظام المحاصصة الطائفية وأدواته اتهامات متبادلة بالتزوير وسرقة الأصوات وتلويح بالتصريد وتحذير من الفوضى ولأن عراق ما بعد عام 2003 يعيد نفسه كل أربع سنوات فلم تشذ الانتخابات الحالية عن سابقاتها شعارات براقة وتعاهدات بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث النزاهة والأهمية في رسم مستقبل البلد ثم تراشق واتهامات بمختلف الاتجاهات أفضت في المرات السابقة إلى حكومة محاصصية وبرلمان منقسم على نفسه إلا فيما يتعلق بمصالح أعضائه والكتل التي يمثلونها ولا يبدو أن هناك اختلافا كبيرا هذه المرة إلا بكون القوى الأقرب لإيران هي الخاسر الأكبر وهو ما حملها على تشكيل تحالف جديد يضم ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وكتل أخرى لدخول مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ومزاحمة الكتلة الصدرية التي تصدرت النتائج الأولية بأكثر من سبعين مقعدا وأكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي أن التحالف الجديد يضم أكثر من 85 نائبا مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة سيكون عبر الاتفاق السياسي كما حصل في الحكومات السابقة الاختلاف الآخر يكمن في أن الميليشيات المسلحة التي تصدرت القوى الخاسرة وحذرت مما سمته تعريض السلم الأهلي للخطر تملك من الصطوة ما قد يفوق ما لدى القوات الحكومية في مقابل ميليشيات الصدر التي لا تقل عنها عدة أو نفوذا وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع مسلح بنفس القدر الذي قد يفضي إلى اتفاق خشية تصادم الإرهاب بالإرهاب ما أشبه اليوم بالبارحة فالفوضى التي صنعها النظام السياسي في العراق لم تترك أي قيمة لنتيجة الانتخابات فالخاسر يرى نفسهم مغبونا دوما والفائز لا يمكن أن يهنأ بالانفراد بالمشهد هذا إذا تجاوزنا كل الكوارث التي رافقت الانتخابات والأسس الباطلة التي قامت عليها